شو هالمنظر؟ مضطرة؟ شو حقات ثورة أو الثورات؟ نجاعة ما في مصاري بالبلد فوضى بالطريق فكركوا راح تحققوا إنجازات؟ طلّوا على التاريخ شوفوا الربيع العربي صار خريف ثورة ثورة الثورات العربية انطلقت بالـ 2011 ضد الأنظمة الديكتاتورية وللمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية صحيح أغلبها فشلت وما حققت نجاحات بس كرست مفهوم الثورة يا خيه مفهوم الثورة؟ الثورة يا ستة هي تغيير جذري في السلطة أو الهياكل التنظيمية خلال فترة قصيرة نسبياً وغالباً ما تشير إلى التغيير السياسي إحنا جربنا التغيير بس ما شفنا من الثورة إلا الخراب من سيء إلى أسوأ عن أي ثورات عم تحكي تاريخ الثورات ما بلش ولا انتهى مع الربيع العربي شهاد العالم عدة ثورات غيرت من مجرى التاريخ حلّا ما لحقلك الثورات العربية لأنه ما قالها بالأصر غير مبارح العصر بس شوف بس عن الثورة الفرنسية أم الثورات عظمة العظمة يا ستة ثورة فرنسية وثورات عربية مشاطر إلا بالتبخيس التبخيس هو تهبيط معنويات الثورة الفرنسية كمان بلشت لما فرضوا ضرائب على الشعب إلا نبلاء ورجال الديم وكمان البلد كان غرقان بالديوم بسبب تمويل الثورة الأمريكية الله عليك يا صلاح يا لوس يا فخر الفرنسيين وعشان تكمل ضربة عصف تلجية الزرع وارتفعت أسعار الموال الغذائية بجنون ما ناقص تقوليلي إلا رفعوا سعر الدولار والبنزين وحطوا ضربة على الواتساب فضل إجري بحديثك قرر المجلس الوطني ينفصل عن الملك لويس وأقسموا إنه مالح يتراجعوا غير الله يكرر الدستور ومن ثم اقتحموا سجن البستيل وحرروا المساجين تحججوا بالمساجين وأخدوا سلاح الخطوة الحقيقة كانت إعلان حقوق الإنسان والمواطن لكل إنسان الحق في الحرية تملك والأمن الله ينور عليك وهذا اللي فشلت السورة بتطبيقه لأنفاتوا السوار ببعض وتعارضوا على الحكم بين ملكي وجمهوري وبعد أربع سنين أعدموا الملك والملكة بالمقصلة بأطعروس المهم أعلنوا قانون الطوارئ بقيادة ماكسيميليان روبسبير استمر عشر شهور أعدموا في المقصلة نص مليون فرنسي كانوا من الأحزاب السورية متصارعة المشكلة أنهم تسلقوا على الثورة أو بالعرب الفصيح خطفوها تسلل نابليون وأعلن نفسه إمبراطور لفرنسا بعد حاملات عسكرية ناشحة بأوروبا وأعطى نفسه صلاحيات وامتيازات وتفرد بالحكم كأنه ملك ومكتر الثورة الفرنسية استمرت عشر سنين وصار الحكم يتنطط ما بين ملكي لأمبراطوري لجمهوري وهيك لحتى ثبت الحكم عام 1958 بالجمهورية الخامسة واستمرت حتى اليوم أهلين بدك يا أنا ننطر 159 سنة لنتحرر ويصير عندنا عدالة هاتغير كان عندهم قادة للثورة ومفكرين وأفكار تنويرية عم تنتشر ضد السلطة يا سميح ليش ما بتاخد الزبدة؟ إن صحيح نطروب بشوف النتيجة كان الإنسان الأوروبية أما سيد أو مستعبد وبالثورة الفرنسية صار مواطن بعدين إحنا ليش لم نبلش ثورتنا من السفر؟ لما نتعلم من تجارب غيرنا أو منخلق ثورة مختلفة شكلا ومضمونا والله احترق عطونا أنتو الزبدة الزورة هل هي السبيل الأفضل للتغيير؟ أو هي السبيل للفوضى؟